عودة تاني للبساطة يعني أنا لحزت على مدى الحلقات مش بس هنا حتى فريفو يعني يبدو ان هو اتجاه عندك كمان بس هنا أنا حكلمك بصفتك المؤلف المخرج فبصفتك المؤلف المخرج هنا أنا لحزت كمان بساطة الممثل عندك شكلا وموضوع حتى كمان المشاهد الإضاءة بسيطة يعني ما فيش الإبهار بتاع الصورة قد ما فيه إبهار الجوة اللي بني أدمين أكتر يعني ده كان مقصود عندك ده كان مقصود طبعا أو بالذات في دواعي السفر كان فيه اتجاه عام كده أن أنا يعني كنت عاوز أفضي العالم إلا من الشخصيات الرئيسية في الدراما علشان المشاهد يحس أنه هو مرتاح لله هو بيشوفه وعاوز ينتمي لأز العالم كانوا عالم هادي جدا عالم بعيد عن صخب الحياة بعيدا عن المشاكل بعيدا عن كل حاجة أعتقد إحنا دلوقتي في أيام يعني بنشوف الأخبار وبنتابع حاجات مأساوية كتير صحيح فكان دايما أحساسي إنسانية بيحصل لها بالضبط أو بوز أو بتتبلد حقيقي يعني بالضبط فكانت اللحظة اللي كنت بصور فيه هذا العمل ما كنتش عاوز أي صخب خالص يعني حتى وأنا بصور كنت قافل كل يعني الساوندراك كله كان بيتعامل وما كنتش بسمعه وكنت بشتغل تماما من غير أي مزيكة في المكان ولحد أما المسلسل الخلو سبعين بدأت في الميكس أحط بالأستاذ رامي حسين طبعا مهن الصوت كنا عمل الميكس يعني كنا بنعمل المزيكة مثلا في الخلفية زي ما حالك بتسمعها دلوقتي بتنسانية ما كنتش بشتغل كانت الدنيا كلها هس بصريا وسمعيا عايز يعني تخلص سبعين تشوف إيه اللي ممكن طبعا يتحدد نوع بقى سوية إضافات بس ضبط ونفضي العالم كله بصريا لأن أنا عايز المشاهد هو بتفرج يحس أنه بينتمي لهذا العالم يحس بي